أنا استوقفتني كلمة الذين يلحدون في أسمائه يعني إيه يا مولانا يعني إيه نلحد في أسماء الله جميل هو الإلحاد أصلا نحن بنطلقه دلوقتي على إنكار وجود الخالق فيورد فلان ملحد لكن هو أصل كلمة الإلحاد أعام من كده هو الإلحاد في أصل معناه الميل عن الحق والميل عن الاستقامة وكل ميل عن الاستقامة يسمى إلحادا أطلقنا ده على أعظم ميل عن الاستقامة وبقى هو علم على التوجه الفكري ده اللي لا يؤمن بالله وينكر وجود الخالق فده أعظم إلحاد طبعا لكن إلحاد درجات فكان مثلا المشركين يحقولوا يعملوا تشويش كده فيعملوا إيه فييجوا يسموا الأصنام بتاعتهم بأسماء مشتقة من أسماء الله فإحنا كلنا عارفين مثلا اللات والعزة وذكرت في القرآن واللات والعزة ومنها تأثرت الأخرى فاللات والعزة اللات دي مأخوذة من اسم الله الله حرفوه وخلوها اللات العزة تحريف للعزيز فده نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله من الإلحاد في أسماء الله برضو ما كان يفعله المشركون قديما واحد من المشركين سمع واحد من المسلمين يقول في صلاته الرحمن الرحيم فقال ده محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنه يعبد ربا واحدا وها هم يعبدون آلهة متعددين طب ما دمش آلهة دي دي أسماء لحقيقة واحدة أسماء مختلفة لحقيقة واحدة من الإلحاد في أسماء الله إنه إحنا نسمي ربنا سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه نفسه وبما يخرج عن قواعد اللي إحنا قلناها قبل كده فيه جواز إن إحنا نحدث اسم من نطلقه على ربنا سبحانه وتعالى أو صفة أو كذا إلى آخره ده من الإلحاد في أسماء الله من الإلحاد في أسماء الله عليش أن حقف عند النقطة دي أيها مولانا يعني لما فيه أحيانا الواحد ممكن يستشد اسم طيب واسم جميل بس لم يذكر من التسعة وتسعين اسمه ولم يذكر في القرآن الكريم هل ده إلحاد في أسماء الله الحسن؟ إحنا ما قلناش إن الأسماء محصورة في تسعة وتسعين لا أو فيه الذي أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إحنا قلنا من عدة حلقات كده لو حركت تفتكري إن فيه مجموعة ضوابط دي بتحكم إن إحنا إيه لنطلقه على ربنا سبحانه وتعالى من غير المأثور المأثور ده في الكتاب أو في السنة خلاص انتهينا وقلنا المرة فاتت إن فيه حوالي 150 اسم في القرآن الكريم بس طيب لو أنا حبيت أقول مثلا على ربنا اسم لم يارد في الكتاب أو في السنة هل أي حاجة تخطر على بالي حتى لو أنا حستها ممكن أقولها قالوا فيه ثلاث ضوابط خلي بالك منها الضابط الأول إن الإسم ده ما يوحيش بتنقيص لربنا سبحانه وتعالى إن الإسم ده يكون فيه أصل ورد به في النصوص نقدر نشتق منها الإسم ده حتى لو ما وردش بالكلمة دي فمثلا مثلا زي ما قلنا مثلا المرة اللي فاتت حاركت في تكري قلنا إن مجيز على ما أعتقد لا المجيز موجودة قلنا مثلا إيه إن الساتر دي مش موجودة في الأسماء الحسنة في القرآن الكريم وإن الورد في السنة الستير والستير فيه صيغة مبالغة يعني مبالغة في الساتر هل فيه مانع إننا نقول يا ربنا ستار مثلا أو زي ما احنا بيقول يا ساتر يا رب مثلا فيه مانع من كده ما فيش معنى إن المادة وردت